صباح بغاشة يا باشا على كل واحد مستنينا الولع والكماشة ونزل الشيشة على شيخة بسيطة أموت في التطبيل ما تجيب بالجني سلب السادة اللي قال التعليمه في الكبر كان نقش على الحجر انت ايه ما بتفهمش عزيزه باب السلف انا قفلته و راميت مفتاحه مش عايز رط كتير في الحكاية دي تيك سجر تراحة فين يا بيت تاني امشي من هنا يلا بيت تمت بيتك يا يا بيت تمشي من هنا بتمديك في حاجة بخلقتك و ربنا لو جي جميل يا ساعة اللي بقى لك الناس فيها كواتش يا صيص عزيز مانش خش تشحك جوا باولها مش بالزوق بتقل لها دابة و انت من اهلك انت انه باشحك و انت باشحك من اهلك والنبي يا بيت ربنا ما يحوجك يا رب يديني خمسة جنيه اجيب له ما يكون هلاني على لحمة بطنة خمسة جنيه بحالهم انت ايه بتتأمري كمان ما تروح تشوفينك شغلانا و انت عاملة زي الباغلة كده جرى يا بيت انت بتشحك ليه؟ اقفيني الشغل دي يا بيت اقفل التقيت و انت ملياش فيه طب شغلني هنا يا بيت عندك ايش اغالك فان يا ماما؟ انت فاجرات بقيت الورمان طلعي الله بره بس يا زيزم ولا كواتش خش يا ملالها اتجرت شوات مية و حط صابون و ادخلها عشان تسايع يا صيص عزيز مانا لسه مسيئة عزيز مانا مش عقبك اعيد لك عليه تاني قطع ليش وحش يا صيص عزيز موسيقى كده برضه مكة انا اسفحة والله مقصدت ضايقك ولا نبارح ولا النهارده أنا قلت أنت مش هتسهل لحد ما ناجي وبعد أن أنا كنت زهانة قوي أنا حاسن لو كنت قد دقيقة زيادة عن كده كنت عايط يا حبيبتة أنا مش زعلانة أنك نزلتي أنا زعلانة عشان موتك بتقولي أنك مخنوق مالك يا مك أنا فرحان مطير من الفرح عشان أخيرا اتجوزنا وبقينا مع بعض مش قادر أفكر أنا اللي أجازة حتخلصه مش هنقدر نقضي لأربعة وعشرين ساعة سابق ليه مش حاسة زي إيه اللي خابقك عرفش إيه يمكن تغيير البيت عرفت ليه ورتلكنا سافر بعض الفرح على طول عموا نحب نسا فيها أنا عندي اتنين أوفرز لهنينة واحد في ماليزيا واحد في ماليز إيه رأيك؟ يا طرق إحنا اتكلمنا قبل كده في موضوع السفر ده أنا مش حاب نسافر أنا عايزة حول أخذ على حياتي أنا وانت هايزة حاول أخذ على بيته ومش هيزة بعد عماما قوي كده في الأمر خلاص بلاش السفر خالص وبعدين البيت ده بيتك أنت أنت اللي مختارة كل حاجة فيه بنفسك أنا عارف طرح أنا أسفة بجد حابطي وأتقوليش أسفة ده أنا مش بس جوزك ده أنا جوزك وصحبك وحبيبك واخوك وكل عام ولو لسه مخنوقة تعنينا أخرج بجد؟ بجد خروجا من بتوع زمان نقضي اليوم كل برا نتغدى ونتعشى ونخش السنوة وننبسط ونرجع فكين ونسيه كل عام أنا جاهزة طب حاجة هزو بصراحة أوكي بس 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 تعالي انت هتعمل إيه؟ همسح كده؟ بيدومك تتبلي تاخد بارك لا ما يهمش يا بيه ما شوية وينشافوا عادي ليه؟ يا بيه لا لا مش هينفع صلي ما انت لو كده تبالك بقى هتسيق بقى وهتجلبية هتجرجر وتلبك بصي انت شكلك كده مش بتاع تشغلي يلا غوري من هنا بك لو زيدي الورواري طب لو لبختي ما تحسبنيش لا لا إما تقلقها هدومك وتمسح زي البني قدمين لا إما خلاص تتكرى الله مش نايس وقع دماغ موسيقى موسيقى الي لعابي بقى اهوى ده اهوى ده الشور يلا بقى الشليبي هه شوفت طول عمرك فيخي وانت طول عمرك ريخي ياد ياد أنا عايزك جواهير جيوه إنما انت جاموسة معدية في قلب المعرض عايزك تفرق من الدهب الأربعة وعشرين والدهب الصيني حي لو بيأكبر علي يدك يا فخامة يا ميت أهلا وسهلا دكترة واللهي واللهي ليك وحشة يا دكترة وكويس إن حضرتك جيت أنا عايزك بقى ببط على منخيري أصلاه مش عاجبين عايزك تعمل لي عملية تجميل كده تبقى شابه منخير كيم كردشتان يا هيسم وانت عندك منخير أساساً بقولك إيه وانا بتشوف لي زبون للعربية دي يا نهار حزيني وانت لحقتها يا دكترة ده انت ما بقلكش شعر واخدها مني اعمل إيه بقى اتزنقت وعايز فلوسها بيعيتها عندي افتح للكبور اتصل على النبي ها يا دكترة بس انت عارف طبعاً إن العربية دست على الأرض وهي عاملة كاما دكترة عاملة ألف كده صحيح استعمال طبيب صحيح ولا يهمك يا دكترة بس هيبقى فيها تعويرة كده جامدة شوية هتقل تمانين ألف جنيه عما اشتريتها مني بيش مهمة المهمة إن عايز فلوسها بسرعة ده من العين دي قبل العين دي ولو عالتعويرة اديها غرزتين تجميل ومش أول مرة تعالى عربياتها تكترة وقالك يا هايزم أهم حاجة عندي الفلوس بسرعة عناية اديني مفتاح السبتة هاني إن شاء الله بكرة الصبح الروح الشارل على القاري تعمل لي التوكيل أسلمك الكاش ولا زيزو هاي وفي خامة طيارة تاخد عربية وتطلع مع الباشا تشوف رايح فين وتوصلوا إياك يدوسوا على الأرض لا 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 مش مهمة أنا حاخد تاكسي لأ جا ماشي ماشي يا دكترة تكترة وبالنسبة الموضوع من أخيري إيه خلاص كده مش سامعك يا خوخة كله يستعيد للفرجة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد هنشوف إيه حشوك زور ولا شاع شاكلى يقول إنه مش حيب أسك أوهلي حط الشفاط و بقوا أوهلي بترسيب إيه شليونة بالقش باله فترة ما بستعمل شغيل يا ولد يا ولد يا ولد ألوغي مالوغي شكرا أنا للناس ألوغي ألوغي حترشط مرغي في ذرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة